مألوف السلام عليكم أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد حلقتنا اليوم كثيرة لكن موضوحها في طابعة غير مألوف لأنه شفنا ياسر الجزائريين في التاريخ بصفاتهم أهل الحرب والجهاد أهل العلم والحضارة شفنا إبداعهم في الموضة واللباس والديكور وأطباق الطعام لكن اليوم راح نشوف قصتهم مع عقدة الحب نشوفوا أولا لقطات ونرجع This is all about the Sophie Harley Algerian Love Knot The Algerian Love Knot that you see not just in Casino Royale but also in Quantum of Solace as well It's that interesting mix of ancient designs like an Algerian Love Knot which is ancient The Algerian Love Knot it's intriguing It's slightly mysterious Algerian Love Knot Amazing Very cool Nothing's better than putting the Algerian Love Knot in its proper place on Vesper's dress إذن العقدة أو الربطة الجزائرية هي عقدة من المجوهرات الجزائرية في الماضي ليعجبت الفرنسيس وقلدوها وسموها نودامور تلجيري من بعد انتشرت في العالم تحت اسم Algerian Love Knot واللي تبعوا الأفلام أكيد رمشفوها في أفلام جيمس بوند كما Casino Royale وانتزادت شهرتها أكثر وأصبحت رمزية كبيرة تع وفاء وحب وكل تحت اسم على الطريقة الجزائرية The Algerian Love Knot The Algerian Love Knot that you can Algerian Love Knot Algerian Love Knot وهي انتعرفوا ما بعضانا على قصة هذا القطعة لأبدع الجزائرين في تصميمها عبر القرون واللي اليوم رهم كبار مصميمي المجوهرات في العالم يتنافسوا في تطويرها وتسويقها والبداية من الاحتلال الفرنسي للجزائر اللي يقولوا هما وخير الأدلة هو الاعتراف المباشر يقولوا نتج عن الاحتلال الفرنسي للجزائر اتجاه جديد في الموضة الأوروبية بعد معرف الأوروبيين القفطان والبرنوس والحلي بالرغم من أنهم يعني الأوروبيين مرهمون قلدوا المشارقة في الحلي لكن كيكتشفوا الفن والزينة والحلي الشمال الافريقي قلدوهم وأبدعوا بمهارة كبيرة لأنه خلال محاربة فرنسا لثورة لامير عبد القادر تحولت كل أنظار العالم للجزائر ثم ظهرت اهتمامات كبيرة بفنونها وحرفها حتى صمم الفرنسيون قطع كثيرة مستوحات من الجزائر ومن بينها هذه عقدة الحب الجزائري اللي أصبحت مفضلة في أوروبا كما نقرهنا إن احتلال شمال إفريقيا في زمن الملكية الفرنسية كان سبب بانتشار العقدة أو الربطة الجزائرية وملاحقة ستينات القرن التسع عشر حتى ولوا في أوروبا يبيعوا عدة أنواع من المجوهرات المصنوعة على شكل العقدة الجزائرية أو الربطة الجزائرية كما أننا نعرف بالضبط الفترة اللي دخلت فيها وشكون اللي دخلها الأوروبا واللي هو إدوار مارشون لأنه هنا يقول وأول تقليد للحلي الجزائري المعروف بالعقدة الجزائرية قام به مصمم المجوهرات إدوار مارشون لدخلها الباريس في سنوات 1840 إذن عقدة الحب الجزائرية أول من قلدها من الأوروبيين إدوار مارشون في منتصف القرن تسع عشر ودخلها الباريس ومن ثم زادوا قلدوها بقية الأوروبيين ثم إلى العالمية وما هيش غير عقدة الحب الجزائرية بل العديد من العناصر تم استعارتها من اللباس الجزائري كما هذه وهذه وغيرهم الكثير واللي نقلوهم الأوروبيين من عند الجزائرين وبدو يتزينو بهم وباختصار كمت هذه قصة عقدة الحب الجزائرية أو ربطة الحب الجزائرية بصمة جزائرية سابقة لزمانها في عالم المجوهرات ألهمت رواد هذا السنوات